حبيبي رسول الله وهو المتين والسلام ومصرى محمد صلى الله عليه وسلم هذان مصرى محمد ومهد المسيح يتعرضان لكل محاولات التهويد والأذى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الذين يعتدون بشكل دائم ومستمر وممنهج على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية سواء في مدينة القدس حيث المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة أو في بيت لحم مهد السيد المسيح عليه السلام الأخوة الحضور لا أريد أن أطيل عليكم ولكن أطمئنكم أن شعبنا الفلسطيني قادر على السموت في وجه هذا العدوان ومصمم على استمرار التضحية مهما غلى الثمن دفاعا عن الأمة ومقدساتها قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر